تحليل لوكالة الأنضول منشور في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني من عام الفين وعشرين بعنوان فرنسا تستعيد أحقاد الحروب الصليبية للتحريض ضد المسلمين إصرار السلطات الفرنسية على مواصلة الحملة المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتجاوز مجرد محاولة استمالة اليمين المتطرف لأغراض انتخابية بل قد يعكس حالة فوبيا من الإسلام تستمد جذورها من الحروب الصليبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجع خطوة إلى الوراء بعد دعوات المقاطعة القوية لمنتجات بلاده في البلدان الإسلامية قائلا في حوار مع الجزيرة إنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه الرسوم المسيئة ففي خضم حملة التحريض الأخيرة ضد المسلمين التي تقودها صحف يمينية متطرفة كتب الصحفي الفرنسي ميشيل براسبارت في 22 أكتوبر مقالا بعنوان نخب الجزائر للمرشح ماكرون قال فيه افتراء لأكثر من ألف عام اعتبر المسلمون أوروبا أرضا خصبة للعبيد إلى حد أن أسسوا في نهاية المطاف تحت سلطة الأتراك العثمانيين مركزا كبيرا للعبودية يجتذب العالم الإسلامي بأسره هو ميناء الجزائر ورغم أن الحكم العثماني في الجزائر بدأ في القرن السادس عشر إلا أن الكاتب الفرنسي عاد ألف سنة إلى الوراء وهي الفترة التي تزامنت مع بداية الحروب الصليبية ضد العالم الإسلامي في عام 1095 من الميلاد ويعكس ذلك العقلية الصليبية التي ما زالت تسيطر على تفكير اليمين المتطرف في التعامل مع الإسلام والمسلمين في فرنسا إلى يومنا هذا ويحاول اليمين المتطرف تصوير أوروبا كمركز للحرية مقابل دول إسلامية مركزا للعبودية لتبرير حروبهم الصليبية وإبادتهم لملايين المسلمين في الأندلس في عام 1492 من الميلاد وقتلهم ملايين آخرين من المسلمين خلال احتلالهم للجزائر طيلة 132 سنة اسم محمد يرعب اليمين المتطرف منذ عام 2007 يتصدر اسم محمد المواليد الجدد في عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي بروكسل لكن ليست هذه الأخيرة وحدها فبريطانيا هي الأخرى سجلت تصدر محمد أسماء المواليد الجدد في عام 2016 بينما دخل اسم محمد في عام 2019 قائمة الأسماء الأكثر انتشارا لدى المواليد الجدد في فرنسا وأدى انتشار اسم محمد بين المواليد الجدد في أوروبا لحالة ذعر وسط اليمين المتطرف لأن ذلك يعني لهم شيئا واحدا الإسلام ينتشر في أوروبا بشكل سريع وهذا ما يفسر أحد أسباب الهجوم المسعور على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبر رسوم من كاريكاتورية موسيئة فرنسا هل ستصبح مسلمة فعلا؟ فمنذ سنوات ما زال العديد من الصحفيين والكتاب وحتى الرهبان الفرنسيين يتحدثون عن تحول الإسلام إلى الديانة الأولى في فرنسا فمع تراجع المسيحية وانتشار الإلحاد وبلوغه نسبة 42% يتوقع بعضهم أن تصل نسبة المسلمين 50% في عام 2060 ويتخذ اليمين المتطرف من هذه التوقعات فرصة للتهويل والتحذير من خطورة فقدان بلادهم لهويتها الثقافية والحضرية ويستندون في ذلك إلى النمو السريع لعدد المسلمين في أوروبا نظرا لأن معدل الخصوبة لديهم أعلى من غير المسلمين بنسبة الظهر كما أن المهاجرين الجدد رفعوا نسبة المسلمين بشكل كبير بالإضافة إلى اعتناق عدد من الأوروبيين للدين الإسلامي لكن إحصائيات مركز البحث الأمريكي عن تزايد أعداد المسلمين في أوروبا والتي صدرت في 29 من نوفمبر 22 عام 2017 أظهرت أن نسبتهم ستبلغ من 7 إلى 14% فقط في عام 2050 أما في فرنسا فسوف يتراوح أعداد المسلمين في نفس العام ما بين 12 إلى 18% وذلك حسب سياسات الهجرة واللجوء التي ستنتهجها البلاد غلق باب الهجرة أو فتحه وفق ذات الدراسة والحديث عن بلوغ المسلمين بفرنسا 50% في عام 2060 مجرد تقديرات يستغلها اليمين المتطرف للتخويف من الزحف الإسلامي القادم وما ينتج عن ذلك حسب شارل غاف من دمار ثقافي وفناء للحضارة الأوروبية وانتشار للفقر فالشائع بين الجالية المسلمة في فرنسا أن عددهم يقدر بنحو 7 ملايين مسلم من إجمالي 67 مليون نسمة بينما يقدر مركز البحث الأمريكي عددهم بما بين 5 ملايين وسبعمائة ألف وثمانية ملايين وثمانيمائة ألف مسلم في عام 2016 والتضارب في أعداد المسلمين في فرنسا بين من يقدر نسبتهم بثمانية وثمانية من عشر بالمائة ومن يقول إنها وصلت لنحو 20% مرجعه عدم وجود إحصاء رسمي للديانة وكل ما هنالك تقديرات غير رسمية فضلا عن وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من المسلمين الذين يصلون سنويا إلى الأراضي الفرنسية ولا يتم إدراجهم ضمن أي إحصاء أو دراسة المسلمون لم يعودوا جالية ضعيفة يرفض الكثير من المسلمين الفرنسيين حتى من ذوي الأصول غير الأوروبية وصفهم بالجالية على اعتبار أن الجالية من الجلاء أي أن بإمكان السلطات الفرنسية إجلاءهم إلى بلدانهم الأصلية متى أرادت على حد قول الباحث الفرانكو جزائري غالب بن الشيخ رئيس مؤسسة إسلام فرنسا هناك عدة أجيال من المسلمين ولدت وتربت في فرنسا وتحمل جنسيتها وساهمت في بنائها وتقدمها وأصبحت لها جذور في هذه الأرض ناهيكة عن المواطنين الفرنسيين الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام وكثير من المسلمين الفرنسيين وصلوا إلى مناصب سامية في الدولة فمنهم الوزراء ورؤساء البلديات ورجال أعمال وأطباء ولاعبون مشهورون لذلك فالإساءة الفرنسية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم إهانة وازدراء لملايين الفرنسيين المسلمين بينهم من وصل إلى مراتب مؤثرة داخل المجتمع فعدد مسلمي فرنسا يعادل إجمالي سكان النمسا ومع ذلك يصر ماكرون على الدخول في صدام مع أقلية كبيرة كسبة الشباب فيها عالية رغم مخاطر إدخال البلاد في حرب أهلية دينية غير محمودة العواقب ومحاولة إحياء الأحقاد التاريخية والنزعة الصليبية لإثارة أغلبية الشعب ضد أقلية مختلفة دينيا يعني تهيئة الرأي العام لارتكاب مجازر بشعة كتلك التي قتل فيها أكثر من خمسين مسلما بنيوزيلندا في عام 2019 أو مجازر السابع عشر من أكتوبر عام 1961 عندما رمت الشرطة الفرنسية جثث متظاهرين جزائريين مطالبين بالحرية لبلادهم في نهر السين بباريس ففرنسا الحديثة أمام مفترق طرق إما التخلي عن ماضيها الاستعماري والمضي قدما في سياسة دمج المهاجرين واحترام هويتهم أو الاستسلام لليمين المتطرف والدخول في مواجهة مع العالم الإسلامي والمخاطرة بالوقوع في مستنقع الاحتراب الداخلي مع مواطنيها المسلمين